سنة 2023 ستكون سنة تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية هذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية العديد من الالتزامات تم تحقيقها منذ تولي الرئيس تبون مقاليد الحكم كان نقطة انطلاقتها دستور 2020 الذي أسس لتغيير فعلي في الجزائر وثمن دور الحركة الجمعوية والشباب أعتقد أن طوينا مسافة لبس بها ما زال ما وصلناش هي اللي انطلاقها كانت بالدستور هو الأول الدستور غير كثير من الأمور وأول مرة وصلنا دسترنا الحركة الجمعوية ما يسمى بالمجتمع المدني دسترنا كذلك سلطة الشباب في هذا البلاد ثلاث سنوات من الإنجازات والاستحقاقات التي مهدت الطريق لجزائر جديدة وطموحة تتطلب حسب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغييرات في الذهنية حتى تنسجم أكثر مع فكرة البناء وتحقق الهدف المنشود